وننتقل إلى خبر آخر واللي عندنا فاصل يا رجالة لأ ده لسه في عندنا خبر مهم جدا النهاردة دكتور مصطفى مدبولي ترقص طبعا رئيس مكسر الوزر طبعا ترقص إيه بقى؟ أيوة ترقص النهاردة بعد الظهر اجتماع مهم جدا اجروا معايا كده واصحوا معايا الاجتماع ده هو اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لاستعراض أليات التنسيق والتعاون ما بين الحكومة والبنك المركزي في بداية الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ووجه له التهنئة على ثقة رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي لاختياره لتولي منصب محافظ البنك المركزي المصري وبيتمنى ليه كل التوفيق والسداد بإذن الله من ناحية تانية سيد رئيس الوزراء كان عقد أكتر من لقاء واجتماع مع سيد حسن عبد الله منذ تكليفه من فخامة الرئيس بمسؤولية قيادة البنك المركزي وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة هتشهى التعاون وتنسيق على أعلى المستويات والنهاردة جدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون بيتم بصورة كاملة ما بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية وبالفعل حصل استعراض ومناقشة يعني ده كلام دكتور مصرها مدبولي لعدد من أليات التعاون المشترك ما بين الجانبين من أجل التعامل مع تحديات اللي بتحصل دلوقتي واضحة دي وأوضح في هذا السياق أن اللقاءات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت مع محافظ البنك المركزي ركزت على ركز معايا ركز معايا ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكمان توفير مستلزمات الانتاج للمصانع هو التمويل اللازم ده لازم نوفره يعني ايه؟ التمويل ده بيبقى بالايه؟ بيبقى بالدولار صح؟ يعني ده اللي احنا خدنا في سنة أقول ابتدائي يعني الحاجات اللي أنا عايزة جيبها وعلشان مستلزمات انتاج هدفع تمانها بالايه؟ بالدرخمة؟ بالدولار؟ فاحنا هنوفر الدولار عشان يبقى موجود عشان نشتري اللي احنا عايزينه مهم دكتور مصطفى مدبولي لفت الى ان محافظة البنك المركزي بيولي اهمية قصوى لهذه الملفات المهمة مهمة اوي الكلام ده اوي ولا ينازعه اهمية سوى وان كانوا يمكن اتنين مهمين بصراحة مسألة اي شقة واحدة حتى بتتبني الاهلين اللي على قد حالهم ما بين قصين الاسكان الاجتماعي بتعبير الدولة